السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو و أحوال تامة و بطبيعة الحال مع آخر الأخبار و آخر مستجدث في هذا الفيديو سوف نتكلم على ما هي غريحة؟ التي يرد من بعض الصمت الطويل على رسالة أو خطاب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله لمد اليد صداقة و فتح صفحة جديدة و إنهاء المشاكل و تكون واحد العلاقة يعني طبيعية ما بالبلدين كذلك الإخوان سوف نتكلموا على الجامعة العربية لكل عارف بلي الجامعة العربية كانت الإرتباط ديالها بالمدرب خلاله زيت هذا كان المطلب ديال الجماهير المغربية و هاد الشي كان بالتراضي هنا سوف تقولوا لي فين المشكل المشكل هو أن الجزائر دائما دخلان نفهم معنا دائما متربسة على الأخبار المغربية و كتألف في قصص و أفلام من الخيال ديالها بقى معي نرى التفاصيل دائما نتمنى منكم أنكم تدعموا هذا القناة باللايك بالبرتج كذلك الاشتراك و هذا فضلا منكم و ليس أمرا نتمنى أنكم تدعمونا لأن الإشعارات لا يوصلوا بسبب البلاغات الكذبة و كثرة السينيالات هنا الدوبة الإلكتروني يدخل على جلالة الملك في الخطب دياله و قال لكم بعدوا للجزائر و بعدوا ما تهضروش على الجزائر هنا كنردوا لهم كنقول لهم بالخطب ديال جلالة الملك محمد السادس حفظه الله هو خطب ديبلوماسي خطب موزون اللي بسبب هذا الخطب جلالة الملك حفظه الله ربح بزاف ديال الأوراق شاهد عليكم العالم شاهد العالم باللي الدولة اللي بغية تصعيد الدولة اللي بغية الحرب الدولة اللي بغية المشاكل هي الدولة الجارة أما المغرب دائما كيجري لسي المسلام والأمن والاستقرار و بالنسبة لنا كمغربة حنا في هاد المنابير كندفعوا على وحدة ترابية كندفعوا على وطننا بدون سب بدون شتم ولكن كناخدوا الأكاديب اللي كتنشروا للمملكة المغربية و كنصحوها بالدلائل والبراهين و ما كنت تدخلوش شؤون الداخلية ديال الجيران كندفعوا على وطننا كنفضحوا الأكاديب اللي كيكتبوا على بلدنا و ما كندخلوش شؤون الداخلية ديال دول أخرى أما الآن غد نمرو للموضوع الرئيسي لإعلام الجزائر الإخوان كيكشف قالك سيرا عجيبا وراء إنهاء مهام ديال خليلوزيتش مع المنتخب المغربي بحكم أن العبقر يدي الإعلام الجزائري تفتتت بشكل عجيب بشكل غريب مباشرة بعد إعلان الجامعة العربية للكرة القدم الانفصال بشكل ودي مع المدرب المنتخب الوطني خليلوزيتش إذا ستخرج الإعلام أو أبواق الجارة الشرقية مرة أخرى من الجحور بشتروج أكاديب والإفتراءات على المغرب والداعات بعض الأبواق الإعلامية أن المدرب الوحيد فضل الرحيل عن سفينة الأسود بحكم إمكانيات إجراء المباراة بين المنتخب المغربي والمنتخب الإسرائيلي إخواني أخوتي هذا الخبر لا يمكن أن يصدقه يعني حتى الأحمق فالإعلان عن إمكانية إجراء مباراة وديا بين المنتخب المغربي والمنتخب الإسرائيلي كان في أعقب زيارة رفعة المستوى واللي كانت في الأسابيع المنصرمة ولكن الأخبار اللي أفادت الإقالة المدرب كانت منذ فبراير الماضي وهو التوجه الذي اجتمعت عليه الجامعة وتأخرت في الإعلان نظراً لارتباط وليد الرجراجي مع الويداد ولكن الإعلام الجزائري ما زال ما يتحمل عدم مشاركات الجزائري في المسابقة دي الكأس العالم بقطر ولهذا الإعلام الجزائري ما زال كيتفنن في تأويل الأكاديب والإفتراءات وزوير الحقيق والحاجة الغريبة يا الإخوان أن هذا الإعلام الجزائري كنتشوفه أو كنتضمنه الندير اللي نشر عضاً أي خبر كيخرج من المغرب إلا وسرعان ما يؤولون في الأكاديب سرعان كي ألفوا قصص وهمية اللي ما يصدقها لحت الأحمق أما الآن سنمروا للموضوع الثاني وهو شنجري حيتودد إلى المملكة المغربية وكيرد أو يرسلوا واحدة الرسالة للمغرب بعد الخطاب دي العرش من بعد ما جلالة الملك حفظه الله رسلهم واحدة الرسالة في الخطاب دي العرش وهو مد اليد دي الصداقات دي الصلح دي الحسن الجوال وطي الملف دي الخلافات وتكون علاقة طبيعية بين الدولتين وعلاقة بين الشعبين ثم بعد صمت طويل سيأخذ جريدة الجيش الجزائري وهي بطبيعة الحال مناطقة باسم العسكر وباسم شنجريحة ردا على الخطاب الملكي وهذا الكلام اللي تطرقت له الجريدة اسبانيا أطلايا اللي تكلمت على هاد الأمور يعني ماشي المغرب ولكن جريدة اسبانيا اللي حللت هاد الموضوع وهاد تقرير كان في المجلة دي الجيش اللي كتنطق باسم العسكر أو باسم شنجريحة اللي كتكون الجزائر كيف يخفف نبرة هو يوجه رسالة تهديئة للمغرب بحيث استخدم هيئة أركان الدفاع الجزائرية العدد الأخير من مجلتها لنزع فتيل توطر ديبلوماسي بعد العرض العسكري الأول للاستقلال منذ 33 عاما وبالإشارة أن المجلة للجيش الجزائري كل شهر كتلوح تقرير واليوم هاد التقرير اخدته هاد الجريدة الإسبانيا وغادي تبني التقرير وغادي لها على وزارة الدفاع وغادي تركز على واحد الجملة لجاة في هاد التقرير لكي يقول الحقيقة أن النجاح الباهر لاستعراض العسكري الضخم والمبهر الذي نفده الجيش الوطني الشعبي باحترافية وإتقان صبيحة الخامس جوية 2022 إنما هو وليد شعور أفراده بالمسؤولية تجاه الوطن والمواطنين وسعيهم الدؤوب لإنجاحه حيث تضمن في المقام الأول رسالة طمأنينة أو رسالة طمأنة للشعب الجزائري وأخرى إلى الخارج مفادها أن العتاد المتطور الذي يمتلكه جيشنا إنما هو موجه حصرا للدفاع عن الوطن مثل ما أكده السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إذن الإخوة اللي فهمنا من هاد التقرير أو اللي فهمت هاد الجريدة الإسبانية من هاد التقرير أن الجيش الجزائري كيرد على أن الجزائر ما بغاش تهجم على المغرب أو أن الجزائر ما بغاش تضرب المغرب وأن السلاح اللي درنا به الاستعراض هو فقط للدفاع عن الوطن والليه جمع لنا يعني مثلا إذا هجم علينا المغرب رغا ندفعوا له وطنا وغا ندفعوا لبلادنا وانا ذاك الاستعراض اللي درناه بمناسبة عيد الاستقلال ذاك الاستعراض مدرناش باش نهجموه وانما ذاك الاستعراض غير باش ندفعوا لبلدنا وجميع التقارير اللي كتقول بلي المجموع ديال الرجيمات وديال الصواريخ اللي كان الجيش الجزائري حطهم يعني قبالة المغرب او قبالة الحدود المغربية فهذاك مجرد دفاعا عن الوطن يعني حطينهم تما باش يدفعوا لرأسهم الى المغرب فكر انه يجمع لهم يعني هذا هو التبرير اللي دارته مجلة الجيش واخدته هاد الصحيفة الاسبانيا وقالت بلي ساعد شنقريحا كيرد على الرسالة ديال جلالة المالك حفظه الله محمد السادس وكيقوله بلي احتحنا يا ما بغناش نهجمو عليكم واحتل الجزائر مستعدة انها تفتح واحد صفحة جديدة مهم اخواني اخواتي احتل هنا كنكون وصلنا النهاية ديالهاد الفيديو نكتفي بهذا القدر كنتمنى انكم تدعمونا وما تبخلوش علينا بالاشتراكات ما تبخلوش علينا بالاعجاب بطبيعة الحال الى عجبكم المحتوى المحتوى شكرا للحسن المتابعة شكرا للحضور ديالكم دائم شكرا للتعليق ديالكم الجميلة والليك تخلي لنا واحد البصمة رقية على قناتكم المتواضعة عالم اسكاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة